معدل التضخم في منطقة اليورو يتجاوز حاجز ثمانية ونصف بالمئة شهر يونيو بينما بلغ معدل التضخم السنوي داخل كامل الاتحاد الأوروبي تسعة فاصل ستة بالمئة في يونيو الفين واثنين وعشرين سجلت أدنى المعدلات السنوية في مالطا وفرنسا وفنلندا بينما سجلت أعلى المعدلات السنوية في إستونيا ولتوانيا ولاتفيا وجاءت أكبر المساهمات في معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو من الطاقة فقد ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير نتيجة الحرب في أوكرانيا والقيود المفروضة على شحنات الغاز من روسيا إلى أوروبا وكان التأثير على معدل التضخم ناتجا أيضا عن المواد الغذائية والخدمات والسلع الصناعية باستثناء الطاقة ترجمة نانسي قنقر